ماني شي براني على بلادي قبلوني تضروني عيناني سوفيت مليت مقواني خلوني شباس هذه قضية قضية كرامة وشرف كل مرأة أو كل أنثى شعب العربي كله يعرفني منذ سنوات منذ سنوات وأنا ألاكم في الاتحاد الدولي الذي ظلمني ولكن أنا عندي الله الله أكبر الملاكمة الجزائرية إيماني خليف تعرضت لكمية تنمر وعنصرية مفيش بنا آدم يتحملها وبالرغم من كده إيماني خليف بتعبر إلى نصف نهاء الملاكمة في وزن 66 كيلو جرام وبعد تأهلها اليوم انهارت إيمان بالدموع وكان واضح عليها حجم الضغوطات الإعلامية اللي سلطت عليها الملاكمة الجزائرية إيماني خليف متهمة بالذكورة والملاكمة الإيطالية اللي وجهتها وانسحبت في دور 16 قالت إن الضربات اللي تلقتها لم تكن محتملة في إشارة منها إنها ليست أنثى ورئيسة وزراء إيطاليا صرحت بإن المنفسة لم تكن عدلة ووالد إيمان صرح للإعلام إن بنته أنثى وعرض صور لها في عمر الطفولة ده غير شهادة ميلادها وقال إن بنته بتواجه هجوم شارس غير مبرر ولكن رئيس اللجنة الأولمبية صرح ودعم إيمان بقوله إن كل الإدعاءات باطلة وإن إيمان تتعرض لهجمات إعلامية غير مبررة وإن جميع الأقويل باطلة وذكرت الملاكمة إيمان بعد الهجوم عليها والتنمر من شكلها فخورة بالتتويج وهذه قضية شرف والشعب العربي كله يعرفني وتأهلت الجزائرية إيمان خليف إلى نصف نهاء منافسات الملاكمة للسيدات وده بعد انتصارها الكاسح على المجارية أنالوك هاموري برأي أغلبية الحكام حيث اكتسحت البطلة الجزائرية منذ الجولة الأولى قبل أن تواصل أفضليتها في الجولتين الثانية والثالثة لتفوز بإجماع الحكام 5-0 وبذلك ضمنت إيمان خليف ميداليا أولمبية أولى للجزائر في أولمبياد باريس 2024 وهذا يوحي بأن العرب في انتظار ولادة بطل جديد في رياضة الملاكمة فبرغم كل الظروف التي حولها ومرت بها سنشهد بإذن الله ميداليا زهبية للعرب في الملاكمة